كنا أولير صغار في صناوبر حد منا نطلع نقطه في صناوبر شوفيه سليق نروح نسليق كلي قلتوا هيدا شغل اللعب واليد يعني هيدا اللعب واليد لم يجينا الشغل كنا نقني غنم وهالغنم بدك تعالفية تتاة صرفية لحم زياجي الله يرحم أمي كانت توعيني بالله قومي أنا سيب شوفيه يا عمي قومت عام الخراوف قلت يا عمي كيف بدت عام الخراوف أنا عملت لي لك أنا القلب غلت عام الخراوف أنا قومي أنا سعيدة الختيارية بنعيشونا بنوضونا على المدرسة واللبس اللي كان عنا أجال كون بقاب بإجرائنا نركض بالحراش نركض باليش اسمه من الزمان ما كانش فيها بيوتها كان فيها ست سبع بيوت اللي هادعم هادعمو اللي بعد وعملوه وصيوه كل شيء نحنا كان بايتنا بنص الضيعة تحت ورطي يعني من وراء الختيارية من وراء ستة وجده تهبطوا هونيكين نقلنا شوية من حجارها واشتغلنا شوية بالمقلية ونجينا حالة رتاعتها شو بيميزها البلدتان عن غيره من البلدات المتنية اللي بتميزنا عن غير الضياع الغابة اللي فيها بعدنا محافظين على السروة الحرجية اللي فيها الحمدلله يا رب ومحافظين على الغابة اللي فيها سنوبر عمره 200 و 300 سنة يعني سنوبر بولونيا كتير عالي من ميل بيعطيك الأكسجين من ميل تاني الحياة والخضار والحياة الطبيعية كتير مهمة للإنسان بحياته اليومية بكل شيء الغابة حلوة سبحان الله كل شيء الله بيخلقه مش البشر بيعملوا هيدا شيء كتير حلو لأنه الله خلقوا بالدني بقى غابة بولونيا هي خلقة ربنا ونحنا بلشنا نرمم فيها نضبط فيها نقدر نعمر بيوتنا بتقدر نوصلنا لصار عنا كتير فيليات حلوة بيوت أرميدية يعني إذا بتقطع بالتيارة فوق بولونيا بتشوفي هالغابة الخضرة بينها تربيش حمر رائعة جنة الجنات إنه هايدي كل بيوتها أرميد لبولونيا شو أهم المتارح يلي فيون الزوار يقص دواوا وين موجودة؟ بولونيا بتتميز بحد زيتها بغابتها بتتميز لعنا ما عنا قصارات عنا أهم شي هايدي الغابة عنا طرقات كتير حلوة ببولونيا عنا كنيستين ببولونيا وهلأ عم نعمل كنيستمر شربة الجديدة بإذن الله وصرنا تقريبا راح نخلص عنا قصر البلدية طبع بولونيا كتير حلو إذا بتنتبهيلو هلأ من بره عنا تلات توابق فيه عنا طبعي الأرضي مستوصف شبه مجاني لمساعدة أولاد الضيعة عنا خمس حكمة بالمستوصف يعني عنا أمور قدرنا وصلنا لحياة اجتماعية يعني شو بالنهاية بده الإنسان؟ أقل شي بده الإنسان يساعد خيه الإنسان وبدي واجهة تحية كمان لشرطة البلدية عندي اللي بها الوضع اللي كتير متعبنا ما بدي أقول وضع مؤلم ببولونيا ووضع مؤلم بلبنان كله قد قدرتنا وقدرت هالشباب الطيبة بشرطة البلدية عم نقدر نحافظ إنه ما عم يصير عنا خلال أمني ببولونيا أو قصص كتير غلط وبدي واجهة تحية كتير كبيرة كمان لجيش اللبناني اللي ما منطلبه ولا لحظة إلا ما بيكون حدنا ما بدي أنسى الأياد البيضاء اللي نمدت لبولونيا هيدا سر كبير قدر ساعدنا تشلنا بصمة الحرب عن الضيعة بدي أتشكر كل اللي ساعدوا البلدية وكل اللي ساعدونا وبدي أخص بالذكر ابن بلدتنا البار الأستاذ فليب جبر يعني أنا بقوله بالعرب النحوة الدائم العطاءة وبذات الوقت بدي أشكر كل العالم اللي ساعدت وبدي أخص بالذكر بوقت اللي غاب الأنماء عن حياتنا السياسية غاب الأنماء عن دولتنا صار بالهم بالسياسة ما بدي أنت قدون هيداولتي وأنا بحترمها وبحترم لكل هيكاليتها بصعون بدي وجه تحية كتير كبيرة لهالرجال الكبير اللي عطول بيمد إيده وبيحضرنا وبيساعدنا واللي إله الفضل الكبير بيصر نجاحي أنا بالبلدية ونجاحنا بمشاريعنا ببولونيا كلها دولت الرئيس ميشيل المر تحية كبيرة لألك دولت الرئيس الله يخليننا إياك ويطول عمرك أنت بايح نون لألنا وأنت الملاك الحارس لبولونيا إضافة بحب وجه كلمة لرؤسة البلديات لزملائي اللي بنين مقصم على بلدات إذا كل واحد مننا بيكون الرجل المناسب بالمكان المناسب وأنا أكيد مع كامل السقة أن كل رؤسة بلديات لبنان لأنهم منتخبين من الشعب والشعب بالدنياهن بيكامل إرادتهم ووعيهم هن الرجل المناسب بالمكان المناسب لو كل رئيس بلدية بيحتمل مسؤوليته وبيشتغل بالقانون القانون ما خلق طي يضر الناس القانون خلق طي ينصف الناس وطي يعطي كل إنسان حقه إذا كل رئيس بلدية بيقوم بوجباته وبيضيعته منقدر نحنا كمان نساهم ونساعد دولتنا اللي منحبها ومنحترمها وعلى رأس رئيس جمهوريتنا اللي بدي وجه له تحية كتير كبيرة هون نحنا منقدر منعمل بلد نموذجي بلد لبنان اللي نحنا منحلم فيه شباب لبنان وبدي أشكركم لقلكم كتير لأنه ضويتو لنا عضايعاتنا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية ريشونا شاريع والنشاطات يلي قامت فيها البلدية ويلي بعدها قايدة التلفية عملنا صليب أحمر عملنا جرف سلوج انت تعرف بولونيا بتعلها عن البحر 1250 متر تبعون عن بيروت شكتين كيلومتر تقريباً يعني نحنا أيام التلج بيصير عنا متر متر ونصف تلج وصار عنا كمان نقطة يعني صار عنا تركتورات للبلدية خاصة غير مركز جرف السلوج يعني عندها البلدية قادرة تعطي السلام لأولاد بولونيا عملنا قصر بلدي عملنا غرف قاعة للاجتماعات بتجمعنا مع بعضنا بحيالنا مناسبة عملنا المستوصف كنت عم بخبريك عنه قبل شوي كبرنا مكاتب البلدية وطورناها ودخلنا التكنولوجيا عليها عملت شارع سميته تمشها وصار لهالولاد اللي هن صغار واللي هن ناضجين بأول حياتهم يتعودوا على السبور السبور شغلة مهمة بل كي بتبعدون عن الأمور اللي منا حلوة بالدنيا بترجع بتردون لشي بهم صحطون ونفسيتون هيدا الشارع منسكره من الساعة خمسة بعد الدور لساعة عشرة بالليل ممنوع السيارات تمروا قليل بس السنة الحمدلله شقينا شارع كتير كبير يعني عرضه عشرين متر طوله شي ألف وثلاثمية متر بلشنا له بتروتوارات وتمنسكر طرقات العالم عملنا من ميلة اليمين أربع مطار تروتوار تلعالم تتمشى من ميلة الشمال أربع مطار تروتوار لعالم تركب على البيسكليات هيدا كانت بالنسبة للمشاريع خبرنا شوية عن النشاطات الترفيهية اللي بتقوموا فيها هلأ عنا مشروع جديد نحنا ودير مريوحنة بإذن الله عم يساعدونا عم يعطونا شقفة أرض تنعمل عليها ملعب ونرجع يصير عنا نادي يعني نرجع تصير نعمل سبور نعمل باسكتبول نعمل فوليبول هو القدرتنا هلأ نعملون تعتبر غابة بولونيا وطل مروج بلدة استياف من الطراز الأول وصنفت من قوائل بلدات لبنين السياحية تمتد على مساحة 2.2 هكتار بتحدى من الشرق بلدة لمروج من الغرب ظهور الشوير من الشمال الخنشارة أما من الجنوب في بلدة لمتين بتحضن أهلا وبتستقبل زوارة وضيوفة بكلمة حبة وترحيب ريسو بتوزح كلمة للمغتربين عن هالبلدة بدي واشي كلمة للمغتربين بالبلدة نحن هون كرميلون بولونيا ناطرطون بولونيا رممناها كرميلون وبذات الوقت بدي وجه لهم تحية تحية محبة لأنه لما كنت أنا بيتطور رفع بصمة الحرب عن بولونيا كل المغتربين بولونيا وقفوا حدي كلهم رسلتهم كلهم حكيت معهم وكلهم كان عندهم التجاوب إنه بعثوا ناس إذا ما قدروا إيجوا رمموا بيوتهم بس بذات الوقت أنا بدي إيهم لإلهم نحن عم نعيش مع سورة طبعهم ومع فيلات بولونيا بس نحن بنا نعيش معهم لإلهم يرجعوا على بولونيا وخاصة يرجعوا على لبنان ختيما ريس أنا بتشكرك على هالمؤيبة لي وعلى استضافتك لإلنا وبتشكر الكلمة الأخيرة لحضرتك الكلمة الأخيرة شكر كبير لتليفزيون FMTV شكر لإليك دموازال أهلا وسهلا فيك ببولونيا وبفريق التصوير بدي إلهم لوليد ضيعتين أنا بحبكم كتير أنا هون كرمالكن هون يعني بالبلدية ورا مكتبة رئيس بلدية بولونيا كرمالكن أنا هون لخدمتكن محبتكن لعطيتوني إياها أنا ببديلكون إياها نفس المحبة وأكبر الله يخلي لي إياكم مشاهدينا مثل ما شفتو هالبلدة عن جد رائعة وبتوقع بلا مبالغة بنص غابة سنوبل بفوق عمرها لثلثمائة سنين وأنا مني حب أبدا أنه يخلص هالمشوي بس متصرية ودعكن وأبلاقيكم ببلدة زيدي باي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر